هذه هي الحقائق الواضحة حجج وحق حسين تقام على رؤوسكم من شاشة قناة القمر الأمر راجع إليكم الكرة في ملعبكم لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم انتبعوني ولا أقول لكم اتخذوني قدوة وإمامة أنا ناقل فقط أنقلوا إليكم حقائق الأمور أنتم افحصوها بأنفسكم محصوها دقيقوها إذا كنتم حريصين على دينكم وفروا فروا 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 من المذهب الطوسي عاقبته سيئة جدا هؤلاء الطوسيون سيحاربون إمام زمانكم فروا من هؤلاء الأنجاز سيحاربون إمام زمانكم هذا الدين سيقودهم إلى حرب الحجة بن الحسن النقطة الأولى دين العباسي أتحدث عن العباسيين القدمة من الآخر من دون أن أطيل الكلام في هذا الموضوع سأحاول الإيجازة بقدر ما أستطيع من الآخر لا يستطيع الباحث الدقيق المنصف أن يجد ديناً للعباسيين العباسيون لا دينة لهم العباسيون لا مذهب لهم دين العباسيين الوحيد الرئاسة والزعامة هذا هو دينهم من الأول إلى الآخر ومن الظاهر إلى الباطن ولا شيء غير ذلك فدين العباسيين القدمة هو الرئاسة والزعامة هم لا يعبؤون بالدين لكنهم يحرصون على الزعامة الدينية لماذا؟ لأن الزعامة الدينية أكثر نفعاً دنيوياً من الزعامة الدنيوية نفسها فهم يحاولون أن يجمعوا بين الزعامة الدينية والدنيوية الزعامة الدينية قذرة جداً حينما توظف لأجل الدنيا مثل ما يفعل السستاني الآن في النجف وبنحو عام مراجع النجف ليس اليوم منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يوظفون الدين لأجل الدنيا وما يظهرونه من زهد وفرع وسيلة عمل عدة شغل وسيلة عمل إنهم يصنعون المصائد والكمائن للشيعة كي يوقعوا الدخيين من أتباعهم في مصائدهم وفي كمائنهم لكي يحولوهم إلى كائنات ديخية غبية بتمام معنى هذه الكلمات كي يوظفوهم في برنامجهم الدنيوي وليس هناك من دين الدين ألعوبة وأضحوكة بيد رجال الدين بيد آيات الله العظمى لقد ضحكوا على أشدادنا وأبائنا ولا زالوا يضحكون علينا وهذا الأمر فعله العباسيون منذ أول يوم إلى آخر يوم في دولتهم وفي وجودهم وحياتهم أتحدث عن العباسيين القدما ولذا من الآخر دين العباسيين الرئاسة الزعامة يريدون أن يترأسوا على الناس هذا هو دينهم وليس هناك من دين آخر حينما يظهرون الولاء لمحمد وآل محمد فهناك مصلحة لتقوية رئاستهم وحينما يقفون مع المعتزلة هناك مصلحة وحينما 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 يأتون بمالك بن أنس كي يكون فقيها الإسلام لماذا أتباع المذهب المالكي إلى يومنا هذا؟ هم الأكثر بين المسلمين لماذا هم الأكثر؟ بين المسلمين السنة لماذا هم الأكثر؟ لأن الدولة العباسية قد دعمته ووقفت معه ونشرت مذهبه مع أن الخلفاء العباسيين ليس لهم من مذهب لم يكونوا على مذهب مالك ولا على أي مذهب ولا حتى على مذهب الكلب لم يكونوا على مذهب ولم يكونوا على دين دينهم الرئاسة مذهبهم الرئاسة ربهم الرئاسة نبيهم الرئاسة كل ما عندهم الدنيا هذا هو الذي نشأ عليه العباسيون ونشأت دولتهم وهذا الأمر تلاحظونه هو حضحا منذ سنة 2003 في الأحزاب الشيعية وفي المرجعية الشيعية لا شأن لي بالأكراد ولا بالسنة لأنني أتحدث عن العباسيين الجدد هؤلاء يلحقون بهم مثلما التحق البرامكة بالعباسيين القدماء ومثلما التحق السلاجقة وغيره العباسيون القدماء هم بني العباس هم أولاد عبد الله بن العباس جدهم الأعلى عبد الله ابن العباس أولاد عبد الله بن العباس هؤلاء هم العباسيون القدماء وما يكون قريبا جدا من هذه الدائرة البقية ملحقون بهم الأمر هو هو الدايرة السيستانية وما يلتحق بها من الأحزاب الشيعية أكانت فعلا على الهوى السيستاني أم أنها تتخذ من الهوى السيستاني وسيلة لتسيير أمورها لكنها في آخر الأمر بالنتيجة العملية لا تستطيع أن تخرج عما تريده المرجعية السيستانية وإن لم تكن معتقدة بها من هنا فإن الحكم العباسية المركزة في النجاف عند السيستاني الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء هي في هذه الدائرة في الدائرة العباسية القذرة الأكراد والسنة يلحقون به هذا هو الواقع الذين يحكمون العراق ما هم الأكراد وما هم السنة هؤلاء لهم جزء من الحكم الحكم في العراق للشيعة للعباسيين الجدد والحاكم الفعلي هو السيستاني في النجاف ومن هنا فإن حكم العباسيين أصله في كوفان وينبع من كوفان والحال هو هو مثل ما كان في قديم الأيام هو في أيامنا الجديدة في أيامنا المعاصرة لا أريد أن أتشعب كثيرا في الحديث عن دين العباسيين الذي عنونته الرئاسة والزعامة ومن طلب الرئاسة هلك وأهلك فهم هلكوا وأهلكوا الأمة هذا هو الذي فعله العباسيون لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم أتحدث عن العباسيين القدمة سأقرأ عليكم ما جاء في الخطبة التأسيسية للدولة العباسية وأنتم محكموا بأنفسكم هذا هو تأريخ الطباري لمحمد بن جرير الطباري هو الأخر لا يعرف مذابه الطباري لا يعرف مذابه هناك من يصنفه على الشوافع قريب من الشوافع لكنه ليس شافعية يبدو أن الرجل كان له مذهبه الخاص وهذا هو الذي أرجعه من خلال تتبعي لكتبه ليس للتأريخ فقط وإنما لسائر كتبه الأخرى على أي حال تأريخ الطباري تأريخ الأمم والملوك وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2005 ميلاد إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 1525 تسلسل هذه الطبعة متواصل من الجزء الأول إلى الجزء الأخير في أحداثي سنة مية واثنين وثلاث إنها السنة التي تأسست فيها الدولة العباسية الدولة العباسية الأولى تأسست في الكوفة سنة مية واثنين وثلاثين للهجرة وسقطت في بغداد سنة ستمية وستة وخمسين للهجرة زمانهم طويل استمر زمانهم طويلاً من مية واثنين وثلاثين في الكوفة إلى ستمية وستة وخمسين في بغداد وبعد ذلك انتقلت الدولة العباسية إلى مصر واستمر وجود خلفائها في مصر وهذا موضوع خارج عن بحثنا لكن عباسي بغداد انتهت دولتهم سنة ستمية أو ستة وخمسين بعد ذلك بدأ عصر للعباسيين في مصر حديثنا عن عباسي بغداد أول خليفة من خلفائهم السفاح أبو العباس السفاح وكان شاباً كان عمره في العشرينات هذا هو المعروف عن أبي العباس السفاح لذا اختلف المؤرخون في عمره حينما مات أصيب بمرض ومات بسبب ذلك المرض المؤرخون يقولون هل بلغ الثلاثين أو زاد عليها قليلاً أم أنه كان دون ذلك لأنه صار خليفة في العشرينات من عمره على أي حال لما بويع له بالخلافة وصعد المنبر كي يلقي الخطابة التأسيسية للخلافة العباسية وللدولة العباسية أتمنى عليكم أن تنصتوا لهذا الخطاب كي تعرفوا دقة مقصدي حينما قلت من أن العباسيين ليس لهم من دين دينهم الرئاسة فكل ما يقع في مصلحة الرئاسة يناصرونه ويقفون معه ويدعون إليه هم في فترة العمل السري خدعوا أتباعهم وخدعوا الناس من أنهم يدعون إلى الرضا من آل محمد وحينما خرجوا في بدايات أمرهم في خراسان مع أبي مسلم الخراساني لبسوا السواد حزناً على الحسين وقالوا من أنهم لا يقلعوا السواد حتى يطلبوا بثأر الحسين وحتى يأخذوا بثأر الحسين حكاية مفصلة أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن لكن من خلال هذه الخطبة التأسيسية ستعرفون العباسيين مثل ما قلت لكم لا دين لهم لا مذهب لهم لا عقيدة لهم دينهم رئاستهم وزعامتهم لما صعد المنبر من؟ أبو العباس السفاح لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلى في أعلى المنبر على أعلى مرقات فيه قام في أعلى كان واقفا قام في أعلى وصعد داود بن علي عمه من أعمامه وصعد داود بن علي فقام دونه فداود قام على مرقات دون مرقات أبو العباس السفاح فتكلم أبو العباس هذه خطبته فقال الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى إذا أردنا أن ندرس تاريخ العباسيين من أول لحظة إلى آخر لحظة هل يوجد شيء من هذا الكلام هذا هو الضحك على الذقون ولكنهم يظهرون ما فيه مصلحة لرئاسته قلت لكم ربهم الرئاسة دينهم الرئاسة إنها كلمة هارون للمأمون حينما قال له لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك المأمون ولده وكان يحبه كثيرا وكان مقربا عنده ويعتمد عليه كثيرا وهذا الكلام قاله هارون للمأمون حينما رأى المأمون كيف يتعامل هارون مع الإمام الكاظم وكيف يجله وأقعده معه على محله على محل قعوده فتعجب المأمون من هذا الشخص الذي يكرمه هارون هكذا هذا الكلام حدث لما ذهب هارون إلى المدينة إلى المدينة المنورة وزاره كبار القوم فما كان يعبأ بهم لكن حين زاره الإمام الكاظم تغير وضعه وتعامل معه تعاملا مختلفا فلما خرج الإمام الكاظم المأمون دفعه الفضول فسأل أباه من هذا قال له هذا صاحب هذا الكرسي هذا هو الخليفة الحقيقي فقال له المأمون إذن لماذا لا تعطي الرجل حقه قال يا بني الملك عقيم ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك لقطعت رأسك هذا هو دينهم هذه خطبة أبي العباس السفاح الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به جعلنا أهله أهل الإسلام وكهفه كهف الإسلام وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله وقرابته صلى الله عليه وآله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته من شجرة رسول الله واشتقنا من نبعته من نبعته من شجرته الطيبة الأصيلة التي يفوح منها العطر الطيب الزاكي وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيمة ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع هذه أوصاف العترة الطاهرة ما هي أوصاف العباسيين ولكنهم هكذا فعلوا وهكذا ضحكوا على الناس مثلما يضحك المراجع ويصفون أنفسهم بأوصاف العترة الطاهرة في النجف وكربلاء مثلما تضحك الأحزاب الشيعية وتعد نفسها هي التي تمثل الإسلام الأصلي وهم سفلة لصوص سراق فاسدون ليس اليوم من أيام المعارضة ومن الأيام الأولى للمعارضة الشيعية العراقية هذا هو حالهم هكذا كانوا وهكذا هم اليوم ويزدادون فسادا دقيقة بعد دقيقة وثانية بعد ثانية هذا هو الواقع الموجود على الأرض ولا يوجد غير هذا ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه في بن العباس وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام وقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتام يبحثون عن الخمس مثلما يبحث مراجع النجف وكربلا عن الخمس الحكاية هي الحكاية فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم هنا تحريف في تأريخ الطبر وزعمت السبائية الضلال السبائيون هم أتباع عبد الله عبد الله بن سبا فرقة ملعونة إنهم الذين أسسوا الغلوة في الجو الشيعي لكن النواصب يصفون الشيعة بالسبائية فهنا حرفوا الكلمة أبو العباس السفاح هو يعرض العقيدة الشيعية ويتبنها ما قال أبو العباس السفاح وزعمت السبائية الضلال وإنما قال وزعمت الشامية الضلال يتحدث عن الأمويين هذا الكامل في التاريخ الطبر توفي سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ توفي سنة ستمية وثلاثين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية إنه الكامل في التاريخ الجزء الخامس وهذه الطبعة الرابعة 2006 ميلاد وقد نقل ما نقل عن الطبري وغيره جاء في الصفحة السادسة والستين ما تحدث به أبو العباس السفاح وزعمت الشامية الضلال وهذا هو صحيح أما هذه الطبعة التي بين يديه فهي محرفة الكتب بشكل عام محرفة الكتب السنية محرفة والكتب الشيعية محرفة والكتب المسيحية محرفة والكتب اليهودية محرفة الكتب محرفة إلى هذه اللحظة في الحقيقة لم يقع في يدي كتاب ليس محرفة إلى هذه اللحظة قد تقولون أهل القرآن القرآن محرف أيضا أحاديث أهل البيت بالمئات بالمئات أتعلمون كم عندنا من الأحاديث عن العترة الطاهرة تتحدث عن تحريف القرآن عن التحريف اللفظي وعن التحريف المعنوي صدقوني الأحاديث بالمئات تتجاوز الألف حديث أكثر من ألف حديث وبكثير وبكثير أكثر من ألف حديث عندنا في كتبنا وفي أمهات كتبنا الأصلية في الأدعية والزيارات وفي الأحاديث التفسيرية وحتى في أحاديث الأحكام والفتاوى مئات مئات من الأحاديث تشير إلى تحريف القرآن وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع وستجدون الأدلة الواضحة الصريحة بشكل بين بحيث تكون النتيجة أن الذي يكذب هذه الحقيقة ليست شيعيا مئات مئات أكثر من ألف حديث بكثير وفي كتبنا القديمة الأصلية أحاديث أهل البيت واضحة صريحة في ذلك حينما أقول لكم من أن الأحاديث تتجاوز الألف لا أقول الكلام جزافا إنني أعرف مظانها وأحفظ هذه الأحاديث أحفظها بالنص أو بالمضمون إنني على طلاع تفصيلي بهذا الأمر لا أتحدث جزافا أتحدث عن تحقيق وتدقيق كاملين فهذا الذي جاء في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير وزعمت الشامية الأمويون وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بما ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم لماذا لأنهم يوهمون الناس أنهم مع العترة الطاهرة وأن العترة الطاهرة معهم هكذا يوهمون الناس وإلا متى هدى الله الناس ببني العباس متى والعباس أعلن إسلامه متأخرا فمتى هدى الله الناس بالعباسيين لكنهم يوهمون الناس مثلما قرأ الآيات قبل قليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير وفسرها فيهم إلى بقية الآيات الأخرى التي هي خاصة بمحمد وآل محمد تحديدا بعلي وفاطمة وآلهما الأطيبين الأطهرين وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بما ولم أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق أرحض بنا الباطل أرحض بنا الباطل طهره نظفه ومن هنا يقال مرحاط المكان الذي يتنظف فيه الإنسان من القذارات والنجاسات أرحض بنا الباطل وأظهر بنا الحق أرحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة النقيصة تمت بهم اليوم أكملت لكم دينكم بالعباسيين وسيقولون هذا أصبروا علي إلى آخر الخطبة سيقولون هذا ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة ما هم اليوم يتحدثون عن علي الزمان وعن حسين الزمان وعن 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 إنها الثقافة العباسية العباسية القذرة بتمام مهنها ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرق حتى عاد النهس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم وأخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وآله فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه لا يسيئون إلى الأصحاب يريدون أن يجذبوا الناس إليهم ما هم أنفسنا المنهج والمنهاج قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها لم يأكلوا شيئا حراما ثم وثب بن حرب ومروان فابتزوها فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها فأمل الله لهم حينا حتى آسفوه فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض منطق العباسيين الجدود هو هو وختم بنا كما افتتح بنا وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وكان العباسيون أفسد من الأمويين ملايين المرات الحال هو هو عباسيون اليوم أفسد من الأمويين الذين سبقوهم في بغداد وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير يعني من حيث نحن ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة هذا الخطاب في الكوفة في النجف لأن الخلافة تأسست هنا مثلما تأسست الخلافة العباسية الجديدة في النجف وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك لماذا؟ لأنهم شيعة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا الحال هو هو عامة الشيعة لا يعلمون أن المرجعية عباسية هم يضحكون على الشيعة أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبالية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني ما شعر تركبهم تقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلاق أتبه الخمسة قال لي مستعجب مش جرحة قلية تركب يعني خلاقه أهمي شميع كما تقول خلاقا أهمي تشميع بغلاق وكان حالة تسمى فقوش ديخ تعرفي فقوش ونفس عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأسوان عرض ما قال تركب مثل تركب نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالية هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة وركب العباسيون وقالوا ديخ مثل ما يقول كمال الحيدري والله هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وركب العباسيون وقالوا ديخ وركب المراجع الطوسيون وقالوا ديخ وركب السيستاني وقال ديخ وهذا هو الواقع أنا أقرأ عليكم ليس من كتاب شيعيين هذا هو كتاب الطبري تأريخ الطبري وهذا موجود في كل الكتب التأريخية بالمناسبة إذا ما رجعتم إلى كل الكتب التأريخية ستجدون هذه النصوص وهذه المعلومات وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك أو تاج تاج على الرأس يا أبا العباس السفاح وعلي وياك علي يا أبا العباس السفاح وطيح الله هذا هو الواقع ويضحكون عليكم يقولون لكم إن الذين ينشرون أحاديث الغيبة والظهور وأحاديث العلامات هؤلاء يريدون أن يضللوكم لا شأن لي بأولئك الذين لا يفقهونها أنا أتحدث عن الذين يفقهون هذه الأحاديث وأحدثكم عن برامج خناة القمر لا شأن لي بالآخرين وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا أسعد الناس بالمهديهم أهل الكوفة الكلام هو 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 فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مئة درهم هذه الأعطيات الشهرية فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير السفاح هو من أسماء أمهر المؤمنين في مرحلة الرجعة الثائر هو من أسماء قائم آل محمد في مرحلة الظهور فهم يلتقطون هذه العناوين ويحرفونها مثل ما يفعل مراجع النجف آية الله العظمى الآية العظمى علي وأهل علي مو أنت يا أثول مو أنت يا أثول أنت أثول أنت جلمت أنا على بعض ما تعرف تعشي أنت رأسك مشحون بقذارات النواصف أي آية عظمى وأي آية صغرى وكان موعوكا كان مريضا من أبو العباس السفاح فاشتد به اشتد به مرضه فجلس على المنبر وصعد داود بن علي من أعمامه فقام دونه على مراق المنبر كان واقفا كان قائما أبو العباس جلس على المرقات التي كان قائما عليها داود بن علي كان قائما دونه وصعد داود ابن علي فقام دونه على مراق المنبر فقال يريد أن يكمل الخطبة التأسيسية الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا الخلافة ميراث العباسيين لكنهم أقنعوا الناس من أنهم أهل البيت ومن أنهم العترة الطاهرة ومن أنهم يلبسون السواد حزنا على الحسين الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه المطبوع هنا صلى الله عليه لكنهم كانوا يقولون في بداية الأمر صلى الله عليه وآله بعد ذلك رجعوا وقالوا صلى الله عليه وسلم لما استتب لهم الأمر أيها الناس لا زال هذا الكلام داود بن علي أيها الناس الآن أقشعت حنادس الدنيا الحنادس الظلمات الليل الحندس الليل المظلم الآن أقشعت حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا اللجين الفضة والعقيان الذهب كذاب 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 كمراجعنا الكذابين كقادة الأحزاب الشيعية الكذابين أيها أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا كذابون لا نحفر نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نبني قصرا لنا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا ما الذي أخرجهم الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا لما جرى على علي وآل علي خرجنا غضبا لما جرى على بني عمنا ما جرى على طالبي أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر مثل ما يضحكون عليكم ويقولون لكم أنتم لستم متفضلين علينا حينما تدفعون الأخماس نحن المتفضلون عليكم أليس هذا الذي يقوله الكشميري في خطاباته معكم وفي أحاديثه وهو يتحدث عن الأخماس التي يلتهمها التهاما هو ووالد زوجته السستاني أيها أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا ولا نبني قصرا لمصالحنا الخاصة وما الذي فعله العباسيون العباسيون الدوانيقي الدوانيقي اقتطع قسما كبيرا من مدينة بغداد التي بنها جعلها قصورا له وللعباسيين من أقربائه ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم كرثنا يعني أصابنا من السوء والأذى لما حل بكم وما كرثنا من أموركم وبهضنا من شؤونكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ترمضنا أي أنها تحرقنا ألما عليكم ولقد لقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم يعني حماقاتهم وما كانوا يفعلون بكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم ثم يعطيهم عهدا لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تبا تبا لبني حرب ابن أمية وبني مروان آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة العاجلة هي الدنيا والآجلة هي الآخرة يضحكون على الناس هذا هو منطق مراجع النجف وكربلات ومنطق الأحزاب الشيعية القطبية القذرة تبا تبا لبني حرب ابن أمية وبني مروان آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآثار الآثار العواقب والآثام التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآثار ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي جهلا باستدراج الله وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق فبعدا للقوم الظالمين وأدالنا الله من مروان إنه يتحدث عن مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية معروف ملقب بالحمار في كتب التأريخ فيتحدث عن مروان الحمار آخر خليفة من خلفاء بني أمية أمسكوا به وقتلوه بعد ذلك وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور أرسل أرسل يعني أن الله فعل به هكذا أرسل لعدو الله في عنانه فسح له المجال يتحدث عن مروان الحمار أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه فظن عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطلة ومحق ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا أيها الناس إن أمير المؤمنين يشير إلى أبي العباس السفاح الذي قد بويع قبل قليل أول خليفة عباسي قلت لكم هذه الخطبة التأسيسية للدولة العباسية الأولى أيها الناس إن أمير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزا إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة إنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعك وادعوا لأمير المؤمنين بالعافية فقد أبدلكم الله بمروانة عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبعي للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين أبدلكم الله بماذا؟ فقد أبدلكم الله بمروانة الشاب المتكهل المتمهل خلت لكم كان في العشرينات متكهل أي أنه ليس نزقا هو شاب صغير في عمره لكنه في حكمة الكهول هذا المراد المتكهل الشاب المتكهل المتمهل المتمهل الذي هو صبور الذي لا يتصرف إلا عن دراية وروية هذا هو المتمهل فقد أبدلكم الله بمروانة عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبعي للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين أبدلكم بماذا؟ الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخياء الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى فعج الناس له بالدعاء بالدعاء لأبي العباس السفاح ثم قال دققوا معي ثم قال يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسة هذه كلمات صاحب الزمان في ظهوره يا أهل الكوفة تنتظرون وإليه تتشوقون فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيال فخذوا ما آتاكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا لماذا لم تبقوا إذن في الكوفة لما ظهرت حقيقتهم خرجوا من الكوفة وأسسوا الهاشمية اقتربوا من الحلة وبعد ذلك خافوا أيضا من الهاشمية فانتقلوا إلى بغداد لأنهم في البداية كانوا يظهرون أنهم شيعة وأنهم من أولياء العترة الطاهرة فلما الكشف أمرهم شيئا فشيئا خرجوا من الكوفة إلى الهاشمية فصارت عاصمتهم في الهاشمية لا زالت آثارها إلى اليوم إنها الهاشميات والهاشمية قرب الحلة وخافوا أيضا من البقاء هناك فانتقلوا إلى بغداد وبنى المنصور مدينة بغداد فلم تكن هناك من مدينة أسسها من البداية أسسها بالنحو الذي يوفر لنفسه وللعباسيين الحماية والأمن والإنفراد بالحياة الهنيئة هناك وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا ألا والله انتبهوا إلى كلامه ألا والله ما صعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد يشير إلى أبي العباس السفاح هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل حينما قرأت ما قرأت من كلامه من أن الله أكمل النقيصة وأتم النقيصة بهم ألا والله ما صعد من بركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد يشير إلى السفاح وأشار بيده إلى أبي العباس فاعلموا فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا هو لم يشر إلى الإمام الحجة لأنهم هم الذين اتخذوا دوره ولذا سمى المنصور ولده بمحمد المهدي والمنصور اسمه وعبد الله فوضعوا الأحاديث في أن القائم المهدي اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم أبي رسول الله اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وإلى اليوم عند السنة فالمهدي اسمه هكذا محمد ابن عبد الله نذهب إلى فاصل لا أستطيع أن أحدثكم بتفاصيل التأريخ وماذا فعل العباسيون من إجرام وفساد هو هو كالذي يجري في النجف وبغداد على يد المرجعية السيستانية وعلى يد الأحزاب الشيعية في بغداد لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة الوقت يجري سريعا وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل فسأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات وأنا أريد أن أجز لكم هذه المطالب أتعلمون كانت هناك مجموعة تسمى بالراوندية هذه المجموعة كانت زمان الدوانيقي زمان المنصور العباسي من هم هؤلاء الراوندية مجموعة من أنصار العباسيين الذين يعتقدون بألوهية المنصور ما هي الحكاية هي الحكاية في واقعنا الشيعي وخصوصا في الواقع الشيعي العراقي وين ما كمطي وين ما كبغار وين ما كأذول تلقى الشيعة ملتم حوله وتنصبه إلها تدرون أن المنصور قبل الخلافة كان رادود كان رادود كان رادود كان يتكسب بقراءة الأشعار على الحسين يدور على أحياء العرب ويقرأ الأشعار والقصائد التي تتضمن ذكر ظلامة الحسين رادود المنصور الدوانيقي قبل الخلافة قبل أن تتأسس الدولة العباسية كان رادود بعد أن وصل إلى الخلافة مجموعة من أنصارهم من أنصار المنصور الدوانيقي اعتقدوا بألوهيته وكانوا يتحدثون معه صريحا من أنهم يعتقدون بألوهيته وما نهاهم وما وقف ضدهم بل كان يتواصل معهم وهذه القضية مذكورة في كتب التأريخ فما أنا الذي اصطنعتها لما سألوه لماذا لا يكون موقفك واضحا وصريحا من هؤلاء الذين يدعون ألوهيتك لماذا لا تقف منهم موقفا حاسما لماذا أنت تتواصل معهم لماذا تفسح المجال لهم ما هو الجواب هكذا أجاب لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومحصيتنا أليس هذا هو منطق الواقع الشيعي اليوم في النجف وفي بغداد ماذا تقولون أنتم لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومعصيتنا ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى هذا الحديث يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة رواية التقليد المفصلة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الإمام يحدثنا عن مراجع التقليد الضالين عند الشيعة الذين لا يجوز تقليدهم ما هي أبرز مواصفاتهم لا أريد أن أقرأ الرواية كلها وإنما سأقرأ عليكم هذا الملمح الواضح من ملامح مراجع التقليد الضالين الذين لا يجوز تقليدهم مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه بماذا يعرفون يعرفون بإهلاك من يتعصبون عليه بإهلاكه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هذا هو الواقع الذي يجري أقول لكم صدقوني هذه المعلومة صحيحة وصحيحة جدا في هذه الأيام بعد أن تحدثت معكم عبر هذه الشاشة في هذا البرنامج وفي البرنامج الذي سبق وأنا أحدثكم عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية بدأوا يخططون في النجف بدأ العباسيون الشيصبانيون يخططون في النجف أنا ما قلت شيئا وحق الزهراء البتول لا هو بتنظيم ولا هو بعمل سياسي ولا هو بمخطط لأجل أن أنتفع منه منفعة سياسية لا شأن لي بالسياسة أو أن أنتفع منه لتحقيق أمر أبغي الوصول إليه لزعامة دينية فأنا أقاطع الزعامة الدينية مضمونا ومفهوما ومعنا ومصاديق لا علاقة لي بأي زعامة دينية لا أدعو لزعامة دينية ولا أحارب زعامة دينية معينة أنا أتحدث وفقا لموازين ثقافة العترة الطاهرة لا أعبع بهم وماذا يفعلون لكنني أريد أن أضرب لكم مثالا على هذه الحقائق والوقائع التي تجري على الأرض وهي هي بعينها كانت تجري عند العباسيين الأوائل محمد رضا السستاني وبسرية بسرية شديدة أرسل ولده الكبير حسن إلى الكويت أرسله إلى الكويت وخرج من العراق من دون عمامه كي لا يشخص وأرسل معه من أرسل قطعا لا يذهب وحده لماذا أرسله إلى الكويت أرسله إلى الكويت كي يتصل بمجموعة شخصيات شيعية نافذة معروفة في الكويت أنا مطلع على التفاصيل لكنني سأحدثكم بالإجمال ماذا يريدون من ذلك محمد رضا السستاني باسم أبيه باسم المرجعية يطلب من هؤلاء الشخصيات الشيعية من الأثرياء والتجار الكبار أن يترصدوني إذا ما جئت إلى الكويت كي يؤذوني بقدر ما يستطيعون يريدون الإيقاع بأي وسيلة أنا أنا لست خائفا من هذا ولا أشكو لكنني أقول لمحمد رضا لماذا لا تحاسب المفسدين في العتبة الحسينية والعتبة العباسية سرقة كبيرة سأحدثكم عنها إذا كان هناك متسع من الوقت أو سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد سرقة كبيرة تضخيم سرقة بغداد ومن أنها سرقة القرن مع أنها سرقة صغيرة بالقياس إلى السرقات الكبيرة في بغداد لا قيمة لها لأجل أن ينشغل الإعلام بها عن السرقة الكبيرة في كربلاء هناك سرقة كبيرة أموال العتبتين سرقت سرق سرقها كبار المسؤولين وحتى صغار المسؤولين واستثمرت ونهبت استثمرت ونهبت سرقة كبيرة أجواء العتبتين الحسينية والعباسية تشتعل نارا في الداخل الأوامر صدرت من محمد رضا السستاني أن يتستر على هذه الفضيحة ونفخ في سرقة بغداد من أنها سرقة القرن سرقات بغداد مئات المليارات ما قيمة سرقة القرن ملياران ونصف ما قيمة هذه السرقة لمئات ومئات من المليارات هذه التفاصيل تأتينا اتباعا الأمر هو هو إنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة منطق العباسيين منطق الدوانيق لأن يكون في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكون في طاعة الله ومعصيتنا هذا هو منطق العباسيين المنطق واحد من هنا فإن إمامنا الصادقة وصف هؤلاء المراجع من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا من الأموي تلاحظون أن الحقائق واضحة إنها واضحة جدا فأرسل ولده حسن إلى الكويت كي يلتقي بشخصيات شيعية مؤثرة ونافذة في الكويت واتفق معهم على إذاء بقدر ما يستطيعون وعلى الإيقاع بقدر ما يستطيعون ولكنه طلب في البداية منهم أن يجمع المعلومات عني ما الذي فعلته أنا وفي الوقت نفسه في الوقت نفسه لقد طلب من العديد من الشخصيات من المعممين ومن الضباط خصوصا الذين يعملون في المخابرات العراقية أن يدخلوا إلى الإنترنت باعتباري أني دعوتكم إلى العمل على الإنترنت في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية البعض منهم يعملون في الدولة لكنه اتفق معهم أن يظهروا أنفسهم أنهم متقاعدون وأن ينشروا الحلقات الأخيرة من برامج التي تحدثت فيها عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية كي يتغلغلوا في أوساط الذين يعملون على هذا الموضوع هو يتصور أن أمر سريا هناك أنا أقول له ليس هناك من أمر سريا وليس عندي من اتصالات مع الذين أخاطبهم أنا أخاطبهم عبر هذه الشاشة فقط لماذا لإفساد هذا المشروع وللإضرار به وللإضرار بالأشخاص الذين يعملون في هذه الأجواء فلذا أحذركم من أمثال هؤلاء الذين سيدخلون بأسمائهم الصريحة فإنهم يدخلون بأسمائهم الصريحة لماذا حتى تثقوا بهم فعينما تجدون ضابطا برتبة كبيرة أو أستاذا جامعيا أو معمما متقدما في الدراسة الحوزوية ستثقون به فاحذروا من هؤلاء حينما أقول احذروا من هؤلاء ليس عندكم من شيء تخافون عليه لكن هؤلاء شياطين سيفسدون عملكم سيدخلون عليكم وربما يدخلون الأكاذيب عليكم من دون أن تشعروا وربما يبثون سموم الخلاف فيما بينكم من دون أن تشعروا وإلا فليس هناك من أمر تخفونه أنا قلت لكم اعملوا في العلن واصدعوا في العلن وتحدثوا في العلن واصفعوا هؤلاء على وجوههم وهناك تفاصيل أخرى البرنامج البرنامج ليس معدا لكشف مخططات محمد رضا السيستاني ومرجعية السيستاني إنما هي أمثلة أنا فإني عليم بماذا يخططون وماذا يفعلون أنا لا أبالي به إنما جئت بهذا أمثلة على هذا الواقع العباسي الشيصباني الذي نعايش أيامه هذه نعيد هذا هو إلا فاصل شكرا شكرا